وفي ذات السياق اتخذت سلطات مدينة العيون أمس إجراءات جديدة لتعزيز سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالداء خلال الأيام القليلة الماضية تفاصيل الإجراءات الجديدة في تقرير لثري الحسان بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستشد سلطات مدينة العيون تقل إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الوباء الإجراءات تمثلت في تجديد المراقبة على مداخل المدينة ومنع متبعة البث التلفزي للمقابلات الرياضية خاصة كرة القدم بكافة المقاهي المتواجدة بمدينة العيون إضافة إلى إغلاق الحدائق والصحات العمومية والفضاءات المحتضنة للألعاب الترفيهية للأطفال على الساعة السابعة مساء مع إغلاق المحلات التجارية والمقاهي على الساعة التاسعة مساء السلطات أقرت مواكبة صارمة لاحترام الإجراءات الوقائية من قبيل وضع الكمامات وتبعد الجسد تحت طائلة تطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا دعاية المواطين والمواطنات إلى الانخراط المسؤول والواعي في هذه الإجراءات الاحتلازية مع التأكيد على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية خاصة إلزامية وضع الكمامات وتجنب التجمعات والزيارات العائلية ترجمة نانسي قنقر